بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي إن شاء الله رح نتكلم في هذا الدرس عن المسيح المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام ونثبت للمسيحيين أنه ليس إلها كما يزعمون بل هو نبيا طبعا المسيح ليس إلها رح نثبت بالدليل جاء في إنجيل يوحان قول المسيح عليه السلام إني أسعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم كتاب يوحان صفحة من 17 إلى 20 هذا القول يؤكد أن كلمة أبي جاءت بمعنى ربي وليس الأب الحقيقي أتمنى التركيز أن كلمة أبي جاءت بمعنى ربي وليس الأب الحقيقي لأنه قال أبي وأبيكم والدليل أنه تبعحى بقوله وإلهي وإلهكم فلو كان المسيح هو الإله لماذا يقول وإلهي إذن هو رسول كريم مثل محمد عليه الصلاة والسلام وموسى وإبراهيم ونوح عليه الصلاة والسلام والعجيب أن القرآن يذكر هذا القول عدة مرات ولكن بعبارات ربي وربكم يقول تبارك وتعالى على لسان المسيح مخاطبا قومة في القرآن الكريم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم سورة آل عمران آية 51 يقول الله في القرآن في آية ثانية وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم سورة المائدة آية 72 كذلك يقول المسيح لقومة وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم سورة مريم آية 36 وآيات أخرى أيضا منها إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم سورة الزخرف آية 64 أما قول المسيح أني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم فقد تكرر في القرآن حيث أكد الله أن المسيح لم يقتل بل رفعه الله سبحانه وتعالى إليه يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم عن عيسى عليه الصلاة والسلام وما قتلوا يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيمة سورة النساء من آية 157 إلى آية 158 فأعتقد هذا الكلام مقنع أن المسيح هو رسول من عند الله وليس إلها وأن كل ما جاء في الكتاب المقدس من أن المسيح ابن الله هو من كلام البشر وليس كلام الله سبحانه وتعالى والله أعلم